تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمية تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 421 قضية تمونية بمضبطات بلغت أكثر من 29 طن وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 19 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر تم ضبط قرابة 11 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 513 قضية من بينها 152 قضية خبز ناقص الوزن و134 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب منظومة توريد وتداول القمحة تم ضبط 8 قضايا بمضبطات بلغت قرابة 31 طن أقماح محلي